نأخذ مكالمة أخرى هي من العربية السعودية سيد عبادي ألوه سيد عبادي أهلا بك الحقيقة قرأت الكتاب المقدس رغم أني عليك الأمرين حتى الحصول عليه وتعسرت جدا فيه وعملت مقارنة بينه وبين تعاليم الرسول فوجدت من شتاء ما بين تعاليم سيد المسيح وما بين تعاليم محمد هنا الرحمة والألفة وهناك القتل والعنف أنا مقتنع تماما لاقتناع بتعاليم سيد المسيح جدا أكثر مما تتصور لكن مشكلتي نشكر رب رغم أنني منذ توفية والدي لم أقم بالصلاة لأنه كان يضربني عليها وكنت أخشى زعله لأنه كبير السن فأتظاهر بالصوم أمامه وأحيانا أصوم في النهار لأنك أنت تعرف عندنا القوانين تعاطب وتجلؤ وتجلد وتشجن إذا في نها الرمضان أكل فأكون معك سابقا أنا أصلي أحيانا يعني أشاهد بعض القنوات وأحاول أن أخذ سيق هذه الصنوات وأحس بفرح شديد وبلده ولكن شراع داخلي بسبب هذه المورثات كيف لي أن أتخلص من هذه المورثات ما هي الطريقة المثلة كيف لي أن أخاطب المسيح إن كان هو فعلا موجود إن كان هو إله أنا مقتنع فيه لكن أريد أن يظهر لي أريد أن يخاطبني أن يلامس قلبي لعل النقطة وضحت هذه اللي يعني شوي متعبتني هل تحب أن نصلي معك الآن في هذا البت المباشر في هذا البرنامج أقول لك من الشاكرين إذا كانت ستنفعني وستدل وسترشدني أنا أقول لك من الشاكرين وهل تحب أن تسلم حياتك للسيد المسيح أن تعطيه كل قلبك وفعلا تطلبه من كل قلبك أكيد ما اتصلت وغمرت إلا من أجل ذلك أخ عبادي أطلب منك أيضا أن تنضم لي في هذه الصلاة وتقول معي يا رب أنا أسلم حياتي بين يديك يا رب أنا أسلم حياتي بين يديك يا رب أعطيك قلبي أعطيك حياتي يا رب يا رب يا رب أعطيك قلبي أعطيك حياتي يا رب أسلم لك فكري وضميري وكل شيء يا رب أسلم لك ضميري وقلبي وعقلي وكل شيء يا رب أزل كل الشوائب كل المعيقات كل الأمور السوداء العالقة بداخلي يا رب اغسلني من الخطايا تأثيرني يا رب بسم يسول يا رب يا يسول بسم يسول يا رب نشكرك لأجل أخينا ولأجل كل الأخوة المشاهدين الآن في هذا البرنامج